موسيقى أحبائي سعيد صباحكم صباح النور صباح الخير مرحبا 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 اليوم كلاسيكي أحبت نرجع فيها للإجابات على بعض الناس التي ترى أن أسئلتها مهمة ولا تكاد تجد لها إجابة رغم أن الإجابات موجودة ولكن أحيانا أحيانا نسمع شيء وما نأخذش منه الإجابة وهذا طبيعي لما يكون الإنسان دعوه أن يكون الإنسان تقتنازل ولا يكون مريض ولا يكون في حالة اشتراق أو في حالة حب شديدة يعني فميشوفش الإجابات بسهولة وممكن أن يقتنعش بكلامي وممكن يسمع لي كلام الكثير من الناس حتى يقارن وحتى يحب يوصل الحقيقة وهذا هو قدر الإنسان البحث عن الحقيقة سوى اليوم قررت نجاوب على سؤالين واحد لشخص تعتقد في انتظار الحقيقة تعتقد أنها تؤام شعلا وهي تنتظر الحقيقة وفي شخصية أخرى أعتقد أنها يعني متأكدة أن علاقتها يعلاقتها وأمرها كرمي وكذلك تريد أن تعرف هل تنتظر أم تذهب والله هو أولاً قبل كل شيء قبل أن أبدأ نجاوب الانتظار أو الذهاب هو قرار شخصياً مكي أنا ما عندي فيه حتى داخل الشي اللي نقدره هو نقدر نساعدك نقدر نعطيك علامات نقدر نعطيك إجابات لأسئلتك نقدر نعطيك أشياء ممكن تساعدك أما القرار فهو قرارك أنت أكيد يعني مش قرار أي أحد مكانك مهما كانت يعني درجة فهمه للأمور ومهما كان خارج خارج السيركل أو خارج الدائرة أولاً وقبل كل شيء لما يكون الإنسان في علاقة ما يقدرش يشوف الحقيقة تعرفوا علاش لأنه هو نفس الشي بالنسبة ليك مثلاً أنت الآن موجود في دارك اليوم أنا عندي مثلاً أطنان من الثلج أوتسايد وأنا الداخل فما قدرش نشوف هذه الأطنان من الثلج حتى نخرج برا حتى ولو طلت عليها طلت عليها من النافذة فأنا ألقيت نظرة أنتم الآن نفس الشي أنتم تعيشون علاقات وطلوا فقط من نافذة تحبه وتوجده حلول لازم تخرجي خارج العلاقة وتشوفي لها الحل ما تبقىش داخل العلاقة وأنت تنتظريه في الحلول الحل نحن نصنعه نحن من يوجد الحلول مش غيرنا يعني أنت لما تنتظري شخص آخر هو يقرر في حياتك فللأسف شديد أنت سلمتيه علبة حياتك يعني سلمتيه مثل ما يقوله صندوقك العسود يعني هو مثل الطائرة قائد الطائرة مثلا تحكمه وعكا صحية ويمد الطائرة طائرة اللي فيها كثير من الركاب وكثير من المسؤوليات يمدها الشخص ما يعرفش سوق طائرة مثلا يمدها الكوبيلات رغم أنه شخص متدرب ولكن ليس في نفس كفاءة قائد الطائرة فهو نفس الأمر يعني أنت لما تنتظري حبيبك أو زوجك يقرر مكانك فللأسف شديد أنت هنا تسلمي للناس آخرين قيادة حياتك فأنا مثل ما قتلك رح نعطيك إشارات وانتم فيما بعد تقرروا هذا الأوديو مقسم إلى جزئين جزئين اللي رح نجاوب فيه على أميرا أميرا قتلي أنا متأكدة أني أعيش علقة كرمية بامتياز لأنني لا أستطيع التخلص منها أعتقد أنها العلاقة اللي وصفتها بأنها توعمل روح كرمية لأن كل العلامات اللي قلتها متوفرة في هذه العلاقة أضيف عليها أنني التقيت به في سنة الكرمية وأن أحد أفراد عائلتي توفي بعد لقاء به ببعض الأشهر فبما تنصحينني هل أكمل في هذه العلاقة أم أخرج هذه جاوبتك عليها قرار عندك ثانيا قتلي أنا أشعر الآن بنفور غريب ناحيته ناحيته يعني أنها تشعر بنفور تجاه شريكيا وفي الحقيقة هو الآن تغير كثيرا وأصبح وأصبح يبدي الكثير من الاهتمام والود ولكن للأسف بعد أن مررنا بعد أن مررنا بكوارث كثيرة أنا لا أقول بأنني ملاك أنا كذلك ارتكبت الكثير من الأخطاء في هذه العلاقة ولكن للأسف كانت كانت زلاته كانت زلاته كانت زلاته أكثر مني بكثير وقد أعطيت له الكثير من الفرص لغاية ما تدنى مستوى الحب عندي وصار تقريبا أقل من 10% إذا حبينا نعمل له عدد أو إذا حبينا نحط له رقم أرجوكي قولي لي ماذا أفعل هل أنتظر حتى يعود الحب أم أحول هذه العلاقة إلى مسار آخر أو ماذا أفعل طيب أولا الشي اللي ما تعرفيش أنه في العلاقات الكارمية أولا هذي علاقة كارمية أنا نأكد لك أنا نأكد لك أنا بالنسبة لي مفي أدنى شك أنه الشخص اللي عرفناه في سنتنا الكارمية هو شخص كارمي ما معنى ذلك أنه شخص هذا اللي يدخل في حياتنا عنده عنده كيما يقولوا نقولها لك بالله بالزيرية عنده حقيبة فاليزا تعكارمة عنده بالمناسبة حبيت نحيي كل ناس بسكرا وأنا زرتها فيما سبق وإن شاء الله لو نروح للجزائر نجي نزوركم فيه أنتي وفيه حنان كدلك في بسكرا وشخصي طيوبة نحبها فقلت هني ضعت هني ضعت تذكرت بسكرا ضعت حسنا العلاقة التي أنت فيها ليس توأم الروح أولا لأنه في توأم الروح الحب يظل موجود ممكن يخف يخف ولكن يظل موجود وحتى لو لم يكن أحب رومانسي يعني رومانس لكن ممكن يكون حب صداقة حب أخوي حب فيه نوع من الإحترام حب فيه نوع من الود يعني تبقى يتودي ذاك الشخص ما توصليش لدرجة أنك ما تحبيهش مثل ما وصلت إلى أنت فهذه مش علاقة توأم الروح كارمي هذه علاقة كارمية وأنا نقول لك أنه علاقة كارمية لأنك أنت عرفته في سنتك كارمية هذا أكبر دليل بالنسبة ليك ما تفكريش كثير لا تفكري كثيرا الدليل الثاني اللي جعلني نقول أنه علاقتك علاقة كارمية هو أن الحب عندك توقف فالعلاقة كارمية ممكن تبدأ بنجذاب شديد جدا ورومانس خطيرة جدا وبعدين واحد من الطرفين يشعر بأنه ما عادش يحب هذا الشخص يعني أنت أو هو هكذا كما يقولوا بتزيريه من عند ربي يعني هكذا شي قدري يحصل لا أنت تفكري فيه ولا هو يفكري فيه كذلك التوائم الروح الكارميين ما ينفصلوش لا يوجد سيبارات بينهم يعني دائما مع بعض سواء على واقع المواقع التواصل ولا في العمل ولا في نفس المكان والمهم يجب أن يكونوا مع بعض يعني هناك تجاذب شديد في مجالاتهم الكهرومغناطيسية لدرجة أنهم ممكن يتساءلوا في الكثير من المرات لماذا هذا الشخص لماذا يجذبني هذا الشخص بشدة يعني التجاذب الفيزيائي والجنسي بنتهم كبير جدا وهذا العلاقة قلت لكم فيما سبق أنها موجودة حتى عند المثليين سواء بين الرجال ولا البنات النساء وفي الغالب يجعلوا منها علاقة سرية ويخبوها بكل الطرق ولكن ما يتخلوش على الشخص يعني يحبوه بطريقة فضيعة طريقة تدعو إلى التساؤل بطريقة مذيبة حتى هم يفكروا يقولوا يعني ما الذي يجمعوني بهذا الشخص هذه العلاقة علاقة التوأم الروحي الكرمي وعندهم تواصل كذلك بيناتهم قلت لكم فيما سبق عندهم تواصل روحي بيناتهم لا يكادوا ينقطع ثانيا العلاقة الكرمية لماذا قلت أنها علاقة الكرمية لأنك أنت الآن فقدت مثل ما قتلك الآن فقدت الشغف وهذا نادر ما يحصل في علاقة التوأم الروحي الكرمي نادرا ما يحصل أنه أحد الطرفين واللي غير شغوف فيزيائيا بالآخر حتى لو افترقوا يعني ممكن يفترقوا لاحظوا التوأم الروحي الكرميين مش محكومين بالعلاقة يعني دايما عندهم من سخطة اللي بغتي عندهم بعض من الحرية فما عندهم هذي كنت سأبقى معه مدى الحياة أو ما شابه هم ممكن يفترقوا عن ود ورحمة ويرجعوا يلتقيوا بعد سنة بعد نصف سنة إلى آخر فما عندهمش ذلك ذلك التمسك إذا صح هذا التعبير التمسك المراضي أو التعلق المراضي بالآخر لا ما عندهمش هذا الشيء دونك انت العلاقة حبيبتي اللي عشتها أو اللي تعيش فيها هي علاقة كرمية والبشرة في إجابتي ليك هناك بشرة جميلة فقدوك الشغفة في هذا الشخص معناه أن الدرس انتهى بينك وبينه ما عتيش مربوطة به يعني الإيغو اللي كان رابطك به نفسك اللي كانت تهفو إليه وتحبه وتريده سوري وتريده بوغيت نفسك التي كانت تريده وتحبه والآن فقدت الشغف ليه فمعنى ذلك أنه حصل لك نوع من الصحوة الروحية وصبحت نفسك أقل ودرجة أقل ودرجة من حيث الإرادة عليك فصبحتي تحسي أنك متحبهش معناه عندك إنكماند أو إعداد جديد تخل في حياتك منعرفش أن السبب اللي أدى إلى وصولك إلى هذه الدرجة من عدم الشغف به ولكن أنا متصورة أنه تسبب في أذاكي لكثير من المرات فرجعتي متحبهش مبساطة يعني والإنسان ما يقدرش عنده سقف من المقاومة سقف من تحمل الألم في جاله وقت وين يرمي المنشفة فلفت أنك رميت المنشفة فهذا فعل خير يعني أنك بدتي توعاي وتخلتي في صحوة روحية أعلى من الصحوات الروحية اللي أجتها في الماضي وصارت ديزاست خاليزي صارت العاطفة أقل أهمية في حياتك ولذلك فقدت الشغف به والأجمل من كل هذا أنه الدرس اللي كان يجمعك ساري أنه الدرس اللي كان يجمعك به قد انتهى الدرس الكارمي اللي كان بنتكم خلاص انتهى ولذلك يعني لا تشعرين بالشغف في نفس السياق دي ما تسألوني تقولوا ليه هل هناك اتحاد في العلاقة في علاقات توأم الروح الكارمي نعم هناك اتحاد هناك اتحاد العلاقة مش طيبة 100% لازم تعرفوا يعني فيه الكثير من البنات تزوجوا بتوأم الروح الكارميين تزوجوا بهم وحصل طلاق ورجوع وطلاق ورجوع ولكن العلاقة جميلة فيها حب فيها دروس كل مرة تتعلموها وفي كل مرة تعالى العلاقة وعلى الرابط يعني تصوروه كالمثال الاتي تصوروه معايا مثل المثال الاتي شخص الف هو شخص باء مربوطين برابط روحي وذلك الرابط الروحي موجود في مستنقع مستنقع من الكارمي والأيغو يعني تصوروه شخص الف وشخص باء بنتهم رابطين او مربوطين بحبل واحد منهم شاد الطرف والآخر شاد الطرف الثاني هذاك الحبل موجود في التراب في مستنقع مملوء بالقذرات في كل مرة يرتفعوا هذا الناس شوية يطلعوا الحبل شوية من المستنقع في كل مرة يرتفعوا يتعلموا درس يتخابطوا ينفاصلوا يزيدوا يطلعوا ذلك الحبل شوية حتى يوصلوا بهم واحد الوقت يقولوا الفوق 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 في السماء ويقولوا الحبل بعيد جدا عن كل الإيجوهات وعن كل المستنقع اللي كان فيه ذكروا دايما هذا المثال ففي كل درس كارمي تعيشوه إلا تخرجوا من تسري وزيدوا تعلوا هذا يبقيتوا مع بعض لأنه أحيانا بعض الدروس قتالها بعض الدروس تفتك بالعلاقة تقتلها فكل ما تزيد تعلم درس كل ما تزيد تطلعي فإذا نسبة الاتحاد عن توائم الروح الكارميين عالية جدا بالمقارنة مع توائم شعلا مثلا أو بالمقارنة مع العلاقات الكارمية العلاقات الكارمية كذلك نفس الأمر ينطابق عليها كل ما زادت تعلمتوا دروسكم كل ما زادت تعالات ذبذبت العلاقة لطوفي بغت وعد لغلاسيون يطلع وكل ما زادتوا عشتوا أسعد أو بصورة أفضل السؤال الثاني متعلق بتوائم شعلا نفس السؤال تقريبا نفس السؤال تقريبا هذه ما كنت قتلي ما كنته هي قتلي ما تقوليش اسمي كيسة هنا تقبرها مشهولة قتلي ما كنت أعتبره توأمي قد خطب بنتا أخرى سعيد جدا يحط صوره معها على الفيسبوك ويغيظني رغم أنني انتظرته أكثر من سبع سنوات واستحملت منهما لا تحتمره أي امرأة أخرى وكنت دائما أرى بأنه يتشافى لأنه كان دائما يتغير نحو الأفضل وحين اعتقدت أنه تشافى كليا وأنه وصل إلى ذروة الوعي وفي الحقيقة كان دائما يخبرني بأننا توائم شعلا أو توائم روح لأنه لم يكن يدري كل ما كان يقوله لي أننا نحب بعضنا بصورة مجنونة وأننا متعلقين ببعضنا البعض بصورة هستيرية وأنه لن نادي ما هي هذه الكلمة ولكن أعتقدت تقول أنه متمسك بها هي تقصد أنه لن يطلقها يعني لن يتركها أرجوك قليلي هل سيتزوج بها وما محلي أنا من الأعراب طيب أولا حبيبتي لا يمكنني أن أقول إذا يزوج بها أولا العلم عند الله ولكن بما أنه خطب عن وعي يعني كذلك ما قلت على حساب الشيء الذي كتبته فهو قد وعى يعني يصل إلى الذروة من الوعي فمعنى ذلك أنه إخذ قرار بأنك أنت لا تصوحين لأن تكوني زوجة له ما أعطيتنيش الكثير من التفاصيل ولكن أعتقد أنه فيه موانع تمنع في نظره هو هو تمنع زواجه بك ولذلك يعني انفصل عنك وقرر أن يتزوج أولا في نظري أنا هذا الشخص هذا لا يستحق أبدا في أي حال من الأحوال أنك تحباه ومستحيل مستحيل يكون توعمى مشوعة لأولا توعمى لأنه لو سح توأمك كان يخبرك سيخبرك مهما كان وقع صدمة عليك يقول لك أنا لا أدري قررت أن أخطب فتاة أخرى أو أننا مش متفاهمين ومش ممكن تكونوا مع بعض للأسباب الآتية 1-2-3-4 ويقولها لك يقولها لك بكل جراءة يعني بكل جراءة مما أنه خبع لك فهذا شخص أقل ما يقال عنه أنه نذل وحقير وخاين يحب يعمل أشياءه في الظلام في الخفاء يعني ثانيا هذا دليل على عدم ثقة دليل أنه ما يوثقش فيك لأنه رح يعمل خطوة كبيرة في حياته لأنه الزواج خطوة كبيرة في حياتنا أوكي ففكر وخطط لهذا الخطوة وبعدين عمل نفذ هذا الخطوة ما قل لكش يعني ما أخذش حتى ما أخذش حتى خمس دقائق حتى يخبرك بها أو حتى يتأسف لكي على الوقت اللي ضيعته معاه أنت واحدة كنت تريدين الزواج أو الارتباط به يعني علاقتكم ما كانتش علاقة صداقة ما فيهاش أي أمل للزواج أو للارتباط لا أنت حسابه كنت تنتظري فيه أنكم تزوجه وما أعتبرته نصفك الثاني أو معتبرته التوأم وهو أقل ما يقال عنه أنه حتى ما حصلش درجة حبيب لأن الحبيب الحقيقي يخاف على حزن حبيبه فحتى لما يجي حزنه يقول له أنا آسف سأخبرك بخبر مزعج سأخبرك بخبر تافه بخبر حزين بالنسبة لك ولكنه مهم بالنسبة لي أنا قررت نرتبط أو قررت نزوج شخص آخر I'm sorry أنا آسف على الأقل فاعتقادك أنك توأم شو على وتقول لي كل العلامات معرفش فوق قنصي لي كل العلامات متوفرة حبيبي العلامات علامات علامات ياك لا تكفي لي أن تحدد علاقة درجة الحب بين الشخصين هي اللي تحدد علاقة معينة إلي مدى أنت تحبيه لأي مدى هو يحبك الأفعال لي زاكت الأفعال هم اللي يحددوا الحب أنا الأقوال أنا نقدر نبقى من اليوم حتى بعد سبع سنين أنا نقول لك نحبك ولكني لا أفعله أي شيء يثبت أني نحبك ندير لك كل الأشياء اللي تثبت أني ما نحبك فأنت لازم تكوني عقلة حبيبي فكتشو أنت لازم تكوني ذكية وتفكري تفكري بأن هذا الرجل لاحظي لو تراجعي نفسك اليوم نعرف أنه كلامي قاسي I know سمحيني والله شوفي لو تراجعي نفسك أنت راجعي نفسك في سبع سنين هادوما رجعي للوراء وشوفي ما هي الأفعال الجميلة التي قدمها لك هذا الرجل يعني ما نعرفش كم واساكي من مرة لما كنت أنت دعو ولكنت مريضة كم مثلا من موعد التزم به معك كم أحرق من موعد معك كم اتصل بك من مرة حتى الاتصالات مهمة كم اتصل بك من مرة في هذة السبع سنين كم الوقت اللي عدها معاك كم كمية الفرحة اللي عشتيها معاه وكمية الحزن اللي عشتيها معاه أنا متأكدة أنك لما تعملي هذي الكالندر هذا رحت وجدي أنه للأسف الشديد أنه رزنامة الحزن معاه كانت أكثر من رزنامة السعادة رزنامة السلبية معاه كانت أكثر من رزنامة الإيجابية رزنامة الحقارة الحقارة أني نضحك باش نضحكك والله أنني حاسبك وكي أني نضحك باش تتضحك معايا رزنامة الحقارة رزنامة الحقارة اللي فيه أكثر من رزنامة الشجاعة أكثر من رزنامة الرجولة سووش تعملي انتيا دوكوش تعملي انتظرته سبع سنة نعرف أناكي الآن نادمة على الأيام اللي عديتها وانتي تنتظري فيه وانتي متصورة أنك أنه حبيبك وهذا يرجعني للقول اللي قلت لكم في بداية الأوديو أنه الإنسان لما يكون فيها علاقة ما يشوفش مساوئها ما يشوفهش متداخل لديك يقولوا لحبه أعمى لما تخرجي منها وتشوفيها من البرا تقولي واو أنا أنا بجلالتي قدري كنت نحب هذا الشخص أنه متأكدة أنك أنا متأكدة أنك رح تقولي تفوه عليه ونحبك تقولي هادوكا وصي الآن يعني نحكي معك في الجزائرية قوليها قولي احكي مي اخذي صورته وقولي تفوه عليك أنت لم تكن رجلا هذه الكلمة هتقوليها قوليها بكل صدق قوليها من قلبك قوليها بكل بكل جرأة بكل قوة ورح تعطيك باور رح تعطيك قوة في حياتك قوة أنك المرة الجاية ما توقعيش في فخ الكاذبين في فخ ناس ما يهمهمش كان أحيانا رجال تتصرف بهذه الطريقة فقط للبحث عن الجنس لازم تعرفوا خاصة بنتي جزائريات وأنا أخص بالذكر هكذا جزائر ولكن للأسف شديد هذه حالة كل الناس في الوطن العربي هذه حالة كل الرجال في الوطن العربي كل ما يهمهم هو بعض الوقت ليعدي وفي حالة جنسية مع امرأة ما فقط الكثير من الرجال هكذا عاملين هذا هو الرجل هو صياد بالفترة يحب يصيد يريد أن يصطاد امرأة ما لحتى يعدي معها بعض الوقت الطيب الرجال لا يحبون كما تحب النساء لازم تعرفوا لأن النساء عندهم طاقة ونوثة علي طاقة فيها حنان طاقة فيها طيبة طاقة فيها عطاء والرجال لا الرجال مثل ما قلت لكم يحبوا حياة الزيف اللي فيها جنس واللي فيها متعة أكثر من حياة الحب اللي فيها صدق ومشاعر نبيلة وأنا متأسفة والحقيقة أنا حاولت قدر المستطاع أني نساعد الكثير يعني من السيدات ولكن هذي يوم قررت أنتي بالذات قررت يعني جاوبك هكذا في أوديو حتى الكثير من البنات اللي معاي يعتبر يعني يخذوا بعين الاعتبار كلامي ويخذوا من قصتك أنتي كذلك يعني يخذوا من قصتك عبرة كذلك معرض نذكركم كذلك بقصة كنت ربيتها لكم في ممضة هي قصة بنت جزائرية كانت تقططع من راتبها حوالي تقريبا عشرة بالمئة فقط من أجل المواصلات وتعطي كل بقية راتبها لخطبها اللي كان يبني في دار كان يبني في دار على أساس يقولها نبنو في دار المستقبل في بيت المستقبل فتصوروا كمية الحرمان اللي كانت عايشتها حرمان كبير عايشته وفي الأخير بعد نفس المدة يعني انت ذكرتيني بها لأنك ذكرتيني كلمة السبعة يعني رقب السبعة صحيح بعد نفس المدة وهي تبني في بيت الأحلام وتشتري وتصورها معايا تشتري في الإسمنت وفي لا دعيك يسمى في الزليش هذا الفيانس تشري في مواد البناء مسكينة وهي تحلم ببيت الزوجية وفي الأخير ماذا فعل في الأخير يعني بجرة قلم بسيطة التقت به في البلدية في بلديتهم يعني فين يسكنوا التقت به في البلدية ماذا تفعل يا فلان فسكت وأجابت المرأة اللي كانت معاها بكل حرية وبكل لا أدري سعادة قد عقدنا عقد زواجنا وهي لا تعرفها يعني هي ما تعرفهاش فهمتني يعني المسيو لما خطب المرأة الثانية هذا هذا الرجل قالها أنه قطع علاقته بها منذ زمن أنها كانت خطيبته وأنه فك الخطبة منذ زمن ولكن الحقيقة أنها هي اللي بنت ذلك المنزل بأموالها يعني سبعين بالمئة كانت أموالها فإذن يجب على السيدات أنهم يعيشوا بعقولهن لا بقلوبهن لأن القلب للأسف الشديد أحيانا قد يودي بالأنصان إلى ما لا يحمد عقباه تحيات وسلام حاولًا اشتركوا في القناة